لكان الجزائري قصة مع رقم اثنين فيوم الاقتراع كان في المجموعة الثانية ومباراتها الأولى كانت نتيجتها تعادل بهدفين أما الثانية فكانت خسارتها بهدفين أيضاً ليس هذا تطيراً فالواقع يصدق هذه الصدفة غير السرة للمنتخب الوطني في نظري البعض وللتذليل والتأكيد على تشاؤم هؤلاء فقد سجل في شباك الخضر نربتي جزاء رقم اثنين بسط سلبيته بقوة في معادلة الفريق الذي أصبحت مهمته أكثر صعوبة أو شبه مستحيل إن لم يوفق في الفوز أيضاً بهدفين في مباراته الثالثة والأخيرة أمام منتخب السنغال للتأهل إلى الضور الثاني نعم الضور الثاني ورقم اثنين حاضر مرة أخرى يطارد شبحه الخضر هذا الفريق الذي هزل أدأه بشكل مريع ولم يبقى أمامه سوى حلانة فإما الفوز بنتيجة تقلص الفارق ولا تقل عن هدفين أو العودة على متن طائرتين قبل ذلك أثارت إشارة اللعب محرز بإصبعيه الاثنين خلال إشهاره الرياضي زوبعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعية ويبقى اليوم الاثنين أيضا برمزية اثنين والفيصل في مصير الخضر إذن المنتخب الجزائري يتحالف بقوة مع رقم اثنين ونطلب من الله أن تكون من نصبه اليوم هذفين وتكون بدل الفرحة فرحتان اثنتان ترجمة نانسي قنقر